من حدود قطاع غزة ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي زياد سأبدأ معك من الجبهة الشمالية في إسرائيل والتصعيد غير المسبوقة ربما منذ السابع من أكتوبر الحاصل على هذه الجبهة تفاصيل إضافية طبعا فقط نشير بما أنك سألت عن الجبهة الشمالية الآن يطلب من سكان مستوطنات في المنطقة الحدودية مارجليوت ومستوطنات أخرى الدخول إلى الملاجئ على ما يبدو بأن هناك قصف الآن من جنوب لبنان قبل قليل كان اعتراض للقصف ولكن ليس هذا التطور المهم اليوم في هذه الجبهة الشمالية وفق المعلومات لدينا بأن حزب الله في إطار الاستهداف أطلق ثلاثة صواريخ متوسطة المدى دقيقة باتجاه القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي إطلاق صواريخ دقيقة هو تصعيد نوعي غير مسبوق منذ بدء هذه المواجهة على الحدود الشمالية الآن التقديرات لدى المصادر الإسرائيلية المختلفة بأن هذا الإطلاق قد لا يكون بإذن مسبق من قيادة حزب الله وإنما من مستوى ميداني أكثر ردا على اغتيال إسرائيل لقيادة كبير في وحدة النخبة الردوان يوم أمس ربما يكون ذلك الرد جاء بعد هذا الموضوع إذن حزب الله أطلق ثلاثة صواريخ متوسطة المدى دقيقة اتجاه معسكر قريب جدا من مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي هذا تصعيد نوعي كبير ولهذا إسرائيل بدأت تتحدث في الساعة الأخيرة عن أنها ستفصل الجبة الشمالية عن الجنوبية لجهة وقف إطلاق النار وأنه قد تصاعد الهجمات هذا لا يعني بأن حربا ستندلع الآن على هذه الجبهة ولكن فقط علينا أن نشير إلى هذا التطور النوعي غير المسبوق وفق هذه المعلومات التي ننفرد بها الآن على الأرض وبالتزامن مع هذا التطور النوعي حتى مع عدم موجود مؤشرات واضحة بأن هذا يعني حرب على هذه الجبهة ما الإجراءات التي تتخذ على الأرض من الناحية الشمالية في إسرائيل؟ طبعا إسرائيل اليوم اعترضت عددا كبيرا نسبيا من السواريخ أطلق 47 ساروخا من جنوب لبنان يضاف إلى ذلك ثلاثة سواريخ مضادة للدروع أيضا أصاب أحدها مستوطنة منارة أصاب مبنيين في المستوطنة وأحدث أظهار أضرارا مادية ببساطة هذه المستوطنات كلها أصبح ثكانات عسكرية خالية تقريبا من المستوطنين إسرائيل منتشر في تلك المنطقة دفاعيا أكثر لجهة الاعتراض وطبعا ترد عبر القصف المدفعي وبالطائرات وبكل أنواع الأسلحة لكن باعتقادي اليوم بالنسبة لإسرائيل التطور بين مزدواجين الخطير في هذه الجبهة هو كان لأول مرة إطلاق صواريخ دقيقة متوسطة المدى تجاه قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي هذا الأمر لو كانت الأمور غير هذه الحرب على قطاع غزة هذه كانت تفتح حربا ولكن الآن الاعتبارات تختلف وبالتالي إسرائيل تريد أن تحدث التوازن بين جبهتين مشتعلتين الجبهة الجنوبية تبقى هي الحرب المركزية فيما أنها تريد أن تبقى في انتشار دفاعي هجوم إنجاز التعبير على جبهة لبنان مع هذا التطور الملفت كما قلنا قبل قليل نعود إلى هذه الجبهة حيث أنت الآن زياد والتطورات حولها ما الجديد على الأرض ولماذا لم تتم أو تبدأ الصفقة اليوم كما كان متفق عليها صحيح بالنسبة طبعا للتطورات الميدانية قبل أكثر من ساعة كان هناك إطلاق صواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة كما تسمى سبق ذلك إطلاق صواريخ تجاه مدينة عسكلان والمستوطنات نتحدث ربما عن أربع رشقات ساروخية انطلقت اليوم من القطاع تجاه هذه المنطقة الجنوبية هنا ولكن على المقلب الآخر هناك تصعيد كبير إسرائيلي ونتوقع أن يكون أكبر بكثير في الساعات المقبلة وصولا إلى ساعات المساء والليل لجهة الغارات الإسرائيلية المكثفة في المنطقة الشمالية الشرقية وأيضا الجنوبية هناك كان غارات في رفح وفي المناطق الجنوبية أيضا رئيس الأركان الإسرائيلي قال لقادة القادة الميدانيين للعملية البرية أن الحرب لن تتوقف بسبب الهدنة وأن الضغط العسكري هو ما يقود في نهاية المطاف إلى تحقيق هدف استعادة الأسرة من حماس الصفقة لن تتم بالدعاء الإسرائيليين على الأقل بسبب خلافات اللحظة الأخيرة بينما كان رئيس المساد الإسرائيلي برنيع وأيضا حامل ملف الأسرة في الجيش الإسرائيلي اللواء أحتياط الذي كان معه الخلافات في اللحظة الأخيرة مع القطريين كانت لأن حماس أرادت تغيير آلية تنفيذ بعض البنود وليس بالضرورة تغيير البنود اختلفوا في هذا الأمر إسرائيل لم تتلقى أيضا القائمة الإسمية بعشرة أسماء لإطلاقها ولهذا عمليا تأخر الموضوع تتوقع إسرائيل أن تتلقى في الساعات المقبلة من القطريين قائمة إسمية بعشرة أسماء لإطلاقها غدا صباحا وبدء الهدنة فيما ستطلق إسرائيل على ما أعلم ثمانية وسبعين أسيرا وأسيرا كدفع أولى هي الأخرى لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر